وعلى المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من البصرة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد الدغمان مرحبا بك أستاذ سعد مرحبا بك أخي حيات الله بداية أن أستاذ سعد بعد مقتل أحد المتظاهرين في ساحة الوثبة فورين بوليسي الأمريكية تقول إن أحزاب السلطة وإيران يستغلون قتل سليماني في قمع التظاهرات إلى أي مدى ترى أن هذه الأحزاب استغلت بالفعل الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم والمشاهدين الكرام أخي العزيز هذه الأحزاب الفاسدة التي تسلطت على رقاب وصدور شعبنا الكريم منذ الاحتلال الأمريكي وغاشم حتى اليوم تستغل أي مناسبة وأي فرصة للانتقام من هذا الشعب المسكين الذي توالت عليه الويلات جراء تلك الحكومات الفاسدة والأحزاب التي تديرها الخفاء والعلم هذه الدولة بنيت على بخلاح الأحزاب المنفلس الذي يعمل للفارس وفق الجندات أجنبية أغلبها فارسية مجلوسية لا تعير لأهمية لسيادة الدولة العراقية أو سيادة ما يسمو بسيادة الحكومة العراق صابت للسيادة منذ 2003 حتى اليوم تسلطت عليه هذه الأحزاب التي انتقمت من شعبنا العزيز انتقاما قويا بفضل السلاح والدعم الإيراني سواء بوجود سليماني المجرم أو حتى بعد رحيله تستغل حادث مقتله داخل أراضينا تستباحها غير مسبوقة للأراضي العراقية والاستيادة العراقية بفضل ضياب الحكومة وتسلط الدولة العميقة التي تديرها الميليشيات هذه الميليشيات بفضل هذا السلاح المنفلس الذي وضعت له قانون وتفق عليه ما يسمى حكومة وجهه والجانب الأمريكي في 2017 وصف قانون نانستيت أكتف أي الأذرع الخارجة عن الحكومة الأذرع الخارجة المسلحة خارج الحكومة وتفق على تفتيكها وحصر بالاستلاحية الجوثة لأنه ليس هناك من حكومة لتنفذ الجانب الأمريكي غض النظر دائما عن تلك الانتهاكات التي يتعرف لها المدنيون من شعبنا الأبطال وعدد السهداء وصل إلى ما يقارب 600 والجرحى أكثر من ذلك بحدود الآلاف إلا أن الجانب الأمريكي المفروض وفق القانون الدولي هو المسؤول عن كل ما يجري بصفته قوة احتلال لا زالت لحد الآن إلا أن الحاصل أن الإيران سيطر السيطرة كامة عبر أذرعها المليشياوية التي اليوم بفضل هذه الثورة العظيمة ثورة سباب المبارك الثائر أفضلوا أجانب الإيران كل معالم السيطرة تقريبا وأخذوا يدافعون عن أنفسهم لاستمرار السيطرة على العراق والمفترات العراق الذي يعتبر لهم الدجاجة التي تبيض ذهبت بضل الحصار الثاني والمليش الذي فرضته أمريكا على إيران والمسيار الاقتصاد الذي ستتعرض له هذه الدولة الماركة سيد سعد كما تعلمون الثوار في ساحات الانتفاضة التشرين يعني يقولون نحن لا نؤيد لا إيران ولا نؤيد أمريكا في نفس الوقت محد كاثام هاوس في لندن يقول أن المليشيات تهاجم المتظاهرين بحجة معادات أمريكا هل كان موقف الثورة من أول يوم داعما للموقف الأمريكي أم مدعوم منها؟ لا سيدي العزيز المتظاهرون هم شباب ثائر يبحث عن مستقبل آمن عن حياة آمنة عن لقمة عيش رغيدة عن مستقبل ظاهر كما الشعوب الأخرى في الدنيا تعيش الفرد العراقي والشاب العراقي محرومون من هذه الامتيازات التي هي حقوق أطلا ينعم بها كل شعوب العالم إلا الشعب العراقي هم ليسوا مدعومين لا من أمريكا ولا من طرف ثاني وإنما هم شباب وطني ثائر ينشد مستقبله ويبحث عن المستقبل الظاهر في ظل تسلط هذه الميليشيات وفي ظل الغباء الأمريكي الذي يتعامل مع القضية العراقية وكأنها لا شيء تارك المساحة الواسعة للعمل الإجرامي الذي تمارسه كل تسلط الميليشيات والأذرع الميليشيوية في ظل غياب الدور الحكومي بل في ظل دعم الحكومة بقرارات وأسانيد لهذه الميليشيات ومعاونتها ضد شعبنا لقتلهم وقتل شبابنا وتغيب مستقبلهم ولهب ثرواتنا لصالح إيران إيران اليوم تعاني كما ذكرت لك من أزمة اقتفادية خانقة ليس لها مخرج سواء الاقتصاد العراقي وليس لها إلا موارد النفط العراقي تدير به ومن خلاله هذه الميليشيات المنفلسة المجرمة في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي كل بلداننا العربية الشقيقة التي تأم تحت وقت هذا الاحتلال الفارسي البغي نعم كان معنا من البصرة على الهواء مباشرة الكاتب والباحث السياسي ساعد دغمان شكرا لوجودك معنا اشتركوا في القناة